شاب جامعي تعب والده يوم الثلاثاء وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب أنا تحت أمرك يا أبي ثم أخذ الشاب مذكراته التي سيمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لا بد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده فحاول أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق فنام بالقرب من والده ومع ذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وبعد الصلاة ظل بجانب والده يهتم به حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له ادعو لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان دعا الأب لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق وجد الشاب ستين سؤالا فلم يجب إلا على تسعة أسئلة فقط وعندما أعلنت النتيجة حصل الشاب على الدرجات النهائية في تلك المادة فذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له بكل أمانة أنا لا أستحق النجاح فأنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني من شدة الهواء ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فقال الدكتور له لعله كرم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا